مهرجين الصنوبر 16 من تنظيم جمعية سيدة راس المتن أهلا وسهلا فيك مدام مونة غزال رئيسة الجمعية وعضو بلدية راس المتن للسنة 16 هالمهرجين يدخل الفرحة على نفوس مهرجينات بلبنان نحن مميزين فيها مهما كانت الأوضاع ما كانت الإفادة أو الاستفادة أو اللا إفادة فيه إفادة معنوية وإفادة حلوة للأجواء التي تكون في المناطق اللبنانية ولكن أنتم كجمعية ليس مختصر شغلكم على هالمهرجين فقط إنما على أكثر من نشاط اجتماعي خبرنا شوي أنا كوني رئيسة الجمعية سيدة راس المتن اللي هي تأسسة سنة 1986 فيه عنا فيه رح بختصر يعني فيه مستوصف من أهم مستوصفات لبنان فيه كل الإختصاصات فيه مكتبي فيه 12 ألف كتاب فيه قاعة كبيرة للمحادرات بهالمناسبات هولي كمان نحن بفترة منعمل كجمعية تشجير نحن صنفنا راس المتن سياحة والسياف وبعدين أخذنا جائزة مدينة السلام للدول العربية بالمساهمة مع بلدية راس المتن هذا على صعيد عدا عن مساعدات للتلميذ المدارس أو مساعدات للمحتاجين أو الحفلات اللي بنعملونيها للأطفال المهرجان اللي بباليش بـ 16 تموز نهار الجمعة هو مهرجان يعني منوع جدا وبيبدأ بسيمبوزيوم نعم خافينا شأن سيمبوزيوم موزييك سنة عادة أن نحن بنعمل رسم موزييك ونحت يعني نحن من الألفين واثنين عاملين المهرجاننا واللي بتضيف معه الموزييك أو سيمبوزيوم السيمبوزيوم نحن صار في عنا 150 إلى 156 لوحة فنية رسم من أهم الفنانين إن كانوا في لبنان أو الدول العربية وفي عنا موزييك لفنانين من إيطاليا من اليونان من فرنسا من لبنان من سوريا من العراق هولي كمان موزييك في عنا منحوتات كمان لنحتين من رومانيا من فرنسا من الدول العربية كمان عنا بشي أربعين هاي دي معروضات ولا سيمبوزيوم نحن عم يشتغلوا على الأرض هولي نحن عملناهم من الألفين واثنين لهلا هلا اليوم نحن في عنا الموزييك الموزييك اللي هو القطع البحث الصغير اللي في عنا فيه أربع فنانين الأربع فنانين هنه الدكتور مصطفى عباد الدكتور محمود أمهز والدكتور مفيد زيتوني وفي عنا فنان هو شاب كمان صلاح نبا اللي هو كمان اللي مساهم بهيك ومساهم بتقديم التروفيات اللي هي من تصميمه هي خشب وبعدين منحوطة الحجر عليها اللي بتتقدمنا الفنانين بآخر الاحتفالات هذه البداية رح تكون كمان احتفال كامل شو برنامج الاحتفال؟ أول شي هو الكشف بيكون على طول بساعدنا في عنا الفرق الكشفية براس المتن اللي بدأت استقبل راعي الاحتفال اللي هو الأستاذ نواف الدبوس اللي هو رئيس السندوق الكويتي الممثل المقيم في لبنان ورئيس بلدية رأس المتن الأستاذ عسام مكارم بعدين فيه كلمتين لألنا اللي والأستاذ نواف ورئيس البلدية بعدين فيه عنا برمي على معرض الأشغال اليدوية اللي هو منشغل سيارات رأس المتن اللي هو الشراشي في التطريز والأورغوندي والدونتير بيتون وغيرهم بعدين منرجع ننزل لفنانين الموزييك فنانين الموزييك اللي هن كمان بيكونوا الشباب يعني عم بيتعلموا على إيدهم لأن لما عم نقول أنه من الألفين واثنين صار في عنا مجموعة شباب وصبايا صاروا بيعرفوا هذا الشغل الدقيق الحلو اللي هو الموزييك حلو لأنه يعني هذه شغلة حرفية كتير دقيقة أو عادة يعني مع تطور العصر ما بقى هالمواضيع لها الأدة حساسة ودقيقة يكون عندهم قبول عليها الشباب وبلشت تنقرد نعم بلشت بس عنا نحنا لأ منشجعهم شوي ليكونوا وحطينهم نحنا كليتهم حطينهم براس المتن يعني حطينهم على الحيطان حطينهم بين البيوت يعني صار في عنا قطع كتير للموزييك غير الإيميل الفنية كمان تبين أنه هالنوع من الأشغال اللي بتنمي العقل بطريقة ما بتقدر تكنولوجيا يعني هيدا اللي بدي يقولوا أنه بتنمي لهم عقل لشباب الصغار وبصير في عندهم الحس الفني الحلوي يعني حتى اللي ما بيكون بيعرف هو طريقته مش كتير صعبة لأنهن أول شي بدون يحطوا البحث بس هو الرسمة اللي هي موجودة هي اللي بتكون صعبة بس كتير عم بمبصوا فيه برنامج كمان رح حيتابع فإذا نجمع 26 تموز كمان سهرة فنية نعم سهرة فنية فيه منتجة الباينلاند اللي هو منتجة كتير مهم بالمنطقة ما بعرف إذا يمكن عاملينه كتير داعيات هوني مشروع كتير كبير وهو العشاء فيه عشاء لأله وفيه السهرة اللي بيحييها الفنان والسام الأمير والمطربي ريمة يوسف وفيه مبتدئ جدل عليلي اللي هو هلأ يعني عم بيطلع بهالموسم إن شاء الله يكون له حز حلو الجمعة 2 أب كمان سهرة فنية كمان عنا 2 أب في عنا سهرة فنية لهاني العمري هاني العمري برأس المتن اللي هي مجموعة شباب والصبايا كمان لنحسسهم بهايسة يعني اللي بيحب الهايسة كتير من شباب والصبايا بيكونوا موجودين متواجدين هونيكي ومع الفرح يعني كمان معهم فناني اللي هي رايانا وجاد وجاد اللي كمان بيعطينا هيك غنية للجيش اللي هو عم بيألفهم وبيلحنهم يعني بدنا نجرب نطلقوه لأنه في عنا كتير إطلاقات كانت من رأس المتن يعني منهم من المهرجين منهم سارة هاني يعني سارة هاني اللي نحنا أول ناس أطلقناها برأس المتن بيتابع البرنامج جمعة 9 أب كمان مع سهرة قروية كمان السهرة القروية اللي هي كمان بتضم بتجمع كتير شباب والصبايا على اللقمة الطيبة اللي هي المنقيش والمنقيش والأكل العربي الأكل اللبناني اللي هو ترات اللبناني اللي نحنا منظلنا حبين أنه يكون متواجد على الساج يعني يكون الساج موجود يكون الشباب والصبايا تكون الدبكة تكون الفرحة اللي هي اليوم عم تنقص بلبنان عم تنقص لشبابنا والصبايا اللي عم بهجروا اللي نحنا هون عم نشجع يضلهم موجودين لنقدر نعمل لهم شي فرح حلو إذا أنا عاشا قروية مش بس بالأكل بس بالأجواء كمان من كل بلد سهرة قروية اللي هي الدبكة والفرح والأغاني بعدنا بالجمعة 9 أب كمان في توزيع دروع على الفنانين على الفنانين اللي كنت عم بحكي أنه هن من تصميم الفنان سلاح نبا اللي بيعملها قطعة الخشب مع المنحوطة الحجر اللي هي منقدم لونيها للفنانين الفنانين بيبقوا عندنا موجودين بيرسلمتنوا بالجمعية كل الوقت يعني ما بيروحوا على بيوتهم بيكون في عندنا سهرات معهم مع الشباب والصبايا اللي يعطوهم بعض المعلومات كيف بيرسموا أو كيف بيحطوا الموزيك أو كيف بينحطوا يعني سهرات ثقافية فنية حلوة أجواء حلوة واركشوب طبعا يعني مهرجين من هالنوع في هالقدي تفصيل بياخد معكم شغل كتير سيدات رأس المتن أكيد هن اللي عم يشتغلوا ولكن بالتعاون مع مين يعني أول شي بالتعاون خلينا نحكي شوي ماديا لأنه ما كان في عنا كتير ماديا يعني مثل بانك بي بي اي سي أو مثل بانك اف ان بي أو مؤسسة محمود حطاب أو بانك عودية اللي هن بيعطوا قليل بس هن بيقدروا بي يعني بيساهموا كتير فيهم وبعدين في عنا مساهمات من أشخاص من رأس المتن يعني أشخاص أنا كتير بشكرهم وبينهم رح بذكر أسمي يعني رح بذكر أسمي أستاذ فايسل الحلبي اللي هو طلع رجل عام 2011 بس هو ساهم كتير برأس المتن وهلأ عم بيساهم لمشروع مهم لرأس المتن هيدا أنا بحس أنه اللي بيساهم لازم لوحد يذكره مع البلدية اللي مشكورة بلدية رأس المتن على رأس الأستاذ عسام مكاري كمان اللي على طول عم بيساعدنا ماديا وستات الجمعية اللي شكر لألهم كمان هل مهرجين مجاني؟ تقريبا مجاني تقريبا مجاني نحن منقوله يعني أنه لما بيكون في عشر تلاف أو خمس تلاف أو تبرع يعني في حفلات نوصح ما فيها مساري بس فيه تبرع لألها اللي هي من أولى هيدا البحاجة لألها الجمعية جمعية اللي نخدم فيها الخدمات اللي فيها اللي منقدمها كمستوصف اللي هو المجاني شبه مجاني اللي هيدا اللي بيساعد لنقدر نأمن احتياجاتنا مستوصف بمنطقة رأس المسل طبعا هو للضيعة؟ هو الجمعية نحن عمرنا هيدا المركز عمرنا ثلاث طوابق اللي فيه المستوصف اللي فيه الاختصاصات قلب صحة عامة أطفال نساء أنفوا نحنجوا رأيون جلد عدم أسنان ما كان لفحص ترقق العدم بعدين في عنا الفيزيو ثيرابي وفي عنا كمان يعني هودا كليتهم موجودين بهالمبنى اللي نحن عمرناه اللي من 86 نحن بدأينا في 1990 بدأينا وضعنا أول حجرة أساس كيف تأمنوا كلها الاختصاصات بأستوصف مجاني؟ الأطبة الموجودة شبه مجاني أنا أقول فيه مساعدة من وزارة الشؤون الاجتماعية فيه مساعدة من وزارة الصحة أو فيه المساعدات اللي هي تبرعات الناس يعني نحن حتى إذا كان فيه حدا توفى برس المتن بقدم عن روحه وتبره على المستوصف اللي هو يعني هاي خدمة لكل المحتاجين حلوة المساعدة والمساعدة دي طبعا دايما ضرورية نرجع مذاكر فإذا المهرجين راس المتن بيبدأ بـ 26 شهر بـ 26 بالافتتاح الساعة 4 بجمعية سيدية راس المتن بافتتاح مع معرض بنرجع الساعة 8 ونصف بنكون بمنتجة على الباينلند للسهرة الفنية مع الفنين وسام الأمير بيرجع بـ 2 شهر بيكون في عنا سهرة مع هاني العمري بالملعب المدرسة الرسمية وبيرجع بتسعة شهر في عنا سهرة القروية اللي كمان بملعب مدرسة راس المتن أهلا وسهلا فيك سيدة مونة غزال وتحيي لسيدة راس المتن على جهود شكرا شكرا كثير لكم شكرا للأم تي بي وشكرا للحدث مشاهدين أوقفي هلا ونشعب انتبع بقية فقراتنا خليكن معنا